تفاصيل هذا المؤشر وحتى فيما يتعلق بنتائج الشركات كيف يتم استيعابها حاليا وهل هذا ما يبرر وصوله إلى هذه المستويات مع الكاتب الاقتصادي والخبير سيد طارق الماضي مرحبا بك أستاذ طارق كيف ترى 8100 نقطة هل كانت متوقعة أم كانت إلى حد ما بعيدة أو وصل إليها المؤشر سريعا حتى الأسبوع الأخير من رمضان لم تكن متوقع أنا شخصيا لم أتوقع أن اجتاز 8000 خلال شهر رمضان ولكن هذا ما تم واضح أن هناك تفاؤل وروح إيجابية خلال الأسبوع الأخير قبل أغلاق السوق للإجازة قبل رمضان هذه الروح التفاؤلية كانت موجودة في كثير من الشركات في كثير من القطاعات الارتفاع لم يكن بسبب شركات المضاربة تحديدا حتى تداولات يوم أمس لم تكن أبدا المسيطرة على السيولة هو الشركات المضاربة ولكن السيولة استثمارية أعتقد حتى أن عملية الارتفاع ليست مفاجئة بمعنى أننا لو أحذنا الأسواق الخليجية كمعيار نلاحظ أن عملية الارتفاع تمت في الأسواق الخليجية بشكل مسبق عدينا للسوق لذلك أعتقد أنه شيء عادل أن نصل إلى الثمانية ألاف نقطة التي هي من نفس المستويات التي كانت سايدة في عام 2008 أعتقد أن هذه الروح الإيجابية أيضا لا زيدت هي المسيطرة حتى الآن رغم التحفظ على التداول خلال أول يوم لسبب بسيط أن الإجازة لا زالت موجودة ونسبة كثيرة من المتداولين ليسوا في السوق فعلا هناك خبر ملفت صحيح لا علاقة له كثيرا بالسوق لكن فيما يتعلق بهذه الحملة على حملة الشهادات الوهمية هل سيكون له أي تأثير لشركات قوية ممكن أن ينالها هذا الأمر لا أعتقد ذلك هذه حالات فردية ومن المفترض أن هذه الشركات المساهمة تعمل حسب معايير معينة ولديها حوكمة ولديها قدرة إذا كان هذه الشركات يتم اختراقها بهذه الطريقة فمشكلة كبيرة جدا لدى هذه الشركات ولكن ليس الشركات تتأثر فقط في أعمالها التشغيلية وفي قدرتها على تحقيق أرباح وتوزيع أرباح وليس أي شيء آخر ماذا عن الأعمال التشغيلية هل هذا المصطلح بدأ يتداول بشكل أكبر بالنسبة للمتداولين أو حتى المساهمين في هذه الشركات هل يلتفتون فقط إلى النشاط التشغيلي طبعا إضافة للأمور الأخرى فيما يتعلق بالأرباح لكن النشاط التشغيلي هل بات من العناصر المهمة للالتفات إليه ليس بالنسبة للجميع هناك كثير من المتداولين الذين لا يعون إلى هذه النقطة التحديدين فبالتالي ليس غريبا أن تقوم أحد الشركة ببيع أرض ثم تخرج علينا تقول لقد حققنا نسبة نمو بخمسين في المئة وأرباح زدناها بخمسين في المئة وهم يكتبون هذا في إعلاناتهم ويتفاخرون بذلك في إعلاناتهم عمليات بيع الأصول أحد الشركات العقارية لدينا تبيع أصول لديها بالمليارات ثم تقوم بتسدود الديون وتحقيق أرباح من خلال هذه الديون ويتتفاخر بذلك أنا لا أعتقد أن هذا مصدر فخر الشركة الجيدة لو قمت أنا بوضع أموالي الخاصة في شركة معينة لكي تعطيني عائد يجب أن يتأكد من عاملين أن هذا العائد عائد من أرباح تشغيلية بمعنى أنها إذا كانت شركة ألبان يجب أن تكون تربح من الألبان فقط والأشياء التشغيلية فيها وإذا كانت شركة للتجزئة تكون تربح من التجزئة وليس من بيع الأصول وليس من الصفقات التي لا تتكرر هذه النقطة ليست واضحة بالنسبة لكثير من المتداولين نعم يبدو أن هناك كثير من النقاط أيضا ما تزال غير واضحة فيما يتعلق حتى ببنود أعمال الشركات سوف نستعرضها معك سيد طارق لكن لنذهب بداية إلى